اهلا بكم في اولى نشرتنا الاقتصادية اكد نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمصر في السلام البحرين احسن الميزة حرص مصر في السلام منذ تأسيسه على تحقيق ربحية وتحقيق اداء متوازن داخل وخارج المملكة كما اكد الميزة سعي البنك للنظر في فرص استثبارية في عدة اسواق ابرزها في القارة السمراء ونحن حقيقة من خططة ان اندماجنا مع بنكين السعودي البحريني ومن ثم بنك مسقط وما في شك الاندماج هذا ادى الى توسع فروع توزع شبكة فروع الداخلية كثيرا في عندنا توسع خارجي نحن عندنا مصرف في سيشل عندنا مصرف في افريقيا في كينيا بالاضافة ان مساهمة مصرف السلام في مصرف سلام الجزائر كل هذه الخطط ان شاء الله ننظر لها بعين الاعتبار وما اخذين في الاعتبار كل المتغيرات وحريصين حقيقة ان المصرف حقيقة يتوازن في اداءه داخليا بذل الله تعالى وخارجيا واعتقد الحمد لله منطقتنا بفضل الله الله ان شاء الله يحفظ الامن والامان في بلدنا فرص كثيرة موجودة عندنا طبعا سوق مملكة العربية السعودية سوق الامارات اسواقنا الاخرى حقيقة كلها اسواق حقيقة فيها خير وان شاء الله تعالى متعملين خير رغم كل ظروف متفاعلين ومتعملين وان شاء الله تعالى حقيقة لا نوعد لكن ان شاء الله نعمل وان شاء الله لكل مجتهد ان شاء الله نصيب